يجدد أبناء المهرة موقفهم الرافض لكل التحالفات الخبيثة أو تحويل محافظتهم إلى ساحة للصراعات الإقليمية وهو رفض تجدد مع عودة القيادة في ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا عبدالله العفرار إلى المهرة ومحاولاته الرامية إلى الانقلاب على السلطة الشرعية في المحافظة بدعم من السعودية والإمارات بدى بن عفرار تحركاته بالتنسيق مع قيادات المجلس الانتقالي قبل أن يعود إلى المهرة محملا بأجندات الفوضى التي توالت التحذيرات بشأنها من قبل أبناء المحافظة تحذيرات يستذكر معها المهريون سجل الرجل المثقل بالخيانة والتواطئ مع التحالف السعودي الإماراتي الذي دفع به مجددا بعد تحوله إلى أداة تدميرية بيد الدولتين وانسلاقه عن المبادئ الوطنية لجنة الاعتصام السلمي دعت إلى الوقوف صفا واحدا ضد الشخصيات الساعية إلى نشر الفوضى في المحافظة فيما أكد رئيس المجلس العام لأبناء سقطرة والمهرة محمد آل عفرار استعداد المجلس للدفاع عن المهرة ضد محاولات ملشنتها فإن رهانه خاسر وهو واهم منذ إسقاط سقطرة بيد الانتقال قبل أكثر من عام مثلت المهرة الهدف الأبرز لأذرع الإمارات وأدواتها إلا أن المحافظة كسرت أطماعة تلك الدول ووجهت صفعة قوية لمن سلموا سقطرة للميليشيات عزم في الدفاع عن المحافظة يبديه أهل المهرة الذين قطعوا شوطا كبيرا في سبيل ذلك ولتزال قدسية قضيتهم هي المحرك الأول لهم مهما بلغت التحديات ترجمة نانسي قنقر